ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن تواقمه استلمت 4760 شاحنة من نظيره المصري عبر معبر رفح منذ 21 من أكتوبر الماضي أوضحت الجمعية أن الشاحنات احتوت على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومسلزمات طبية وأدوية لافتة إلى أن إجمالية حصتها من الشاحنات بلغى 3049 شاحنة فيما تم تسليم 1711 شاحنة لصلاح وكلة الأنور ووجهات أخرى